اشتركوا في القناة يوم من زيارته الى ايطاليا الجزائر تتضمن مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش وفي الاقتصاد تعزيز التعاون في المجال الطاقوي محور محادثات بين وزارة الطاقة والبنك الدولي على ترياضة بيتكوفيتش يكشف عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم لترفس اكتوبر موسيقى هلا بكم في التفاصيل ايضا وفي البداية قام رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول سعيد شنجريحا بزيارة المعلم التاريخي محرب الوطن بالعاصمة الايطالية روما اين وضع اكليلا من الورود امام النصب التذكري المخلدي لضريح الجندي المجهول في اليوم الثاني من زيارته الرسمية وعقب ذلك كان لرئيس اركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنجريحا محادثات مطولة مع الاميرال جوزيبي كافو دراجوني تناول خلالها الطرفان حالة تعاون العسكري بين جيشي البلدي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والاقليمية الرهنة حيث اعرب الفريق اول سعيد شنجريحا لمضيفه عن شكره وامتنانه على دعوة الموجهة له لزيارة ايطاليا املا في ان تشكل هذه الزيارة محطة اخرى على مصاري تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية وفي خبر اخر حيث عبر مندوب الرزائر الدائم عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الامن حول لبنان عن تضامن الرزائر التام مع الامين العام انتونيو كوتريش بعد قراره سلطة الاحتلال بوصفه شخصا غير مرحب به واشار الى ان مجلس الامن عاجزة عن التحرك وان اسرائيل ليست فوق القانون ويجب اخضاعها للمساءلة مشددا على ضرورة انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها هي القدس الشريف هذا وقد دعت مجموعة تري بلاس الجزائر موزنبيق سيراليون واجيانا الى اصلاح مجلس الامن واكدة على ان القيم الحقيقية للشراكة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لن تتحقق الا عبر تمثيل للقرر بحقوق ومسئوليات متساوية في مجلس الامن جاء ذلك في كلمة لمجموعة اتري بلاس التي تضم الدول الافريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية الغير الدائمة بمجلس الامن الاممي الجزائر سيراليون واموزنبيق اضافة الى جمهورية يانا من منطقة البحر الكاريبي خلال الاحاطة السنوية لمجلس الامن الدولي حول التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية مع التركيز على الاتحاد الافريقي اذا مماثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني هبراهيم بوغالي بالعاصمة ميكسيكو في مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة لدولة المكسيكا أقول كلوديا شينانبون باردو حسب ما أفاد به بيان للمجلس وأوضح المصدر ذاته أنه خلال عملية التنصيب التي جرت بقصر غرفة النواب تولت رئيسة الغرفة أفخينيخا مارتينيز نقل الوشاح الرئاسي من الرئيس المنتهية وليته لوبيز أوبرادور وتقليده لرئيسة الجديدة وعلى هامش مشاركته في مراسم التنصيب قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بوضع إكليل من الظهور أمام تمثال الأمير عبدالقادر الجزائري بالعاصمة المكسيكية كما كان مرفوقا خلال قيمه بهذه الالتفاتة الرسمية بسفير الجزائري لدى المكسيك وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كما كان في انتظاره أمام التنصيب عدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمكسيك وفي خبر آخر حيث ترأس الوزير الأول نذر العربابي يوم أمس اجتماعا للحكومة الخصصة بالدراسة والبحث للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2025 وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وحسب بيان لمصالح الوزير الأول استمعت الحكومة إلى عرض حول تدابير المتخذة لتعويض منكوبية تقالبات الجوية التي مست بعض الولايات جنوب الوطن خلال شهر سبتمبر الماضي كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف تدابير المتخذة والتقدم الحاصلي لحملات الوقاية والتلقيح للحد من انتشار الأوبئة تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات الهياكل والمنافق الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات الضرورية وهو ما سمح بتجنيد كل الطاقات وتسيير الوضعية الوبائية وفق البروتوكولات العلمية وبترجع عدد حالات الإصابات المسجلة هذا وتبقى الجهود مجندة ومتواصلة لقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها خاصة من خلال مواجهة الهجرة الغير شرعية وفي إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى بعض السد الأخضر كمشروع استراتيجي يكتسي أهمية وطنية وأولوية بالنسبة لمكافحة التصحوري درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيل تشكيل أقول تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحوري وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها صبر آخر دائما حيث أعلنت مصالح ولاية الجزائر منذ قليل عن الغلق الجزئي والمؤقت لطريق السريح شرق اتجاه الجزائر الدار البيضاء في وجه حركة المرور وهذا بسبب أشغال صيانته للجزري واد الحراش كما أشرت ولاية الجزائر في بيان لها إلى أن غلق الطريق السريح سيكون بداية من صباح يوم غدا الجمعة من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة صباحا على أن يتم تحويل حركة المرور على مح محولي واد أشايح ثم محولي شارع طرابلوس رقم ثمانية قبل النفق ثم الجسر الرابط بين شارع طرابلوس الطريق الوطني ثمانية وجمع الجزائر ثم محول جمع الجزائر ثم الطريق السريع الشرق هذا واعتذرت ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت إذن حضرت بصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعضية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الشرقية والوسطى للوطن وفي نشرية خاصة لذات المصالح أعلنت عن تساقط أمطار رعضية غزيرة تتراوح ما بين 20 و 30 ميلي مترا محليا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا وستتساقط الأمطار على ولايات تيبازا الجزائر العاصمة ولاية تيزيوزو المدية البوليثة عيندفلا سوغهراس بومرداس بجايا جيجل سطيف وميلا قسنطينا جالمة وأم البواقي أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية دي دوش مختار مع الصفير القطري في الجزائر عبد العزيز علي النعمة على الانطلاق للجولة الترويجية للجزائر لرحلة القطري خالد الجابر بدرجتها قول نارية حيث سيجب مختلف ربوع الوطن للترويجي للسياحة في الجزائر ميكروفون لكريم مولود سعي مننا للاستئناف هذا العمل الترقاوي الهام للقطاع نشارككم اليوم مراصم انطلاق مرحلة القطري عبر دراجته النارية بجولة سياحية جديدة والموسومة مصار الهضاب وستمتد إلى غاية 18 نوفمبر 2024 حيث تنتهي بولاية الواد سيشاركون فيها فعاليات المهرجان الدولي السادس للسياحة الصحراوية التي ستحتضنها هذه الولاية من 14 إلى 17 نوفمبر القادم انه لمن دواعي سروري انه راحب بالاخ العزيز الرحال القطري خالد الجابر الذي يعود مرة اخرى إلى بلده الثاني الجزائر وبين اخوانه الجزائرين في رحلة نجوب خلالها ربوع الجزائر من جديد بعدما كان جاله ونحو أربعة أشهر 36 ولاية في رحلته الأولى التي أطلق عليها اسم الصعود إلى طاسيلي تعرف خلالها على السحر وجمال وتاريخ وحضارة الجزائر اتمنى من خلال هذه الجولة ان نحقق بمعية وزارة السياحة والشركاء والمتعاونين والداعمين ودراجي الجزائر نتائج ايجابية في ازدهار سياحة المغامرة والسياحة الحموية والصحراوية بشكل مكثب وتمنى أن تكون هذه الرحلة عامل مؤثر ومغير ولو بالقليل لتحقيق هذه النتائج مشاهدين ننتقل وعيكم الآن إلى الأخبار الرياضية حيث كشف الناخب الوطني بلاديمير بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم منذ قليل بقاعة المؤتمرات محمد صلاح بملعب نيرسل مندلة ببراقي عن قائمة المنتخب الوطني تحصبا للمواجهة المزدوجة التي ستجمعه بمنتخب الطوكو يوم العاشر من شهر اكتوبر قبل التنقل لمباراة الاياب المبرمجة يوم رابعة عشر من نفس الشهر بملعب كيغي بيلومي في طر الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا الفين وخمسة وعشرين وعرفت القائمة استدعاء إبراهيم لأول مرة إلى صفوف محاربي الصحراء ومدافع اتحاد العاصمة سعد رضواني بالإضافة إلى عودة بوعناني في حين عرفت التشكيلة غياب كل من عطال سعيوت شيبي وبالليلي أما بخصوص حراسة المرمى استدعى الطاقم الفني الثلاثي جندوس بن بوض وبوحليفية إذن كان هذا آخر خبر في فقرة نيوز لأهم الأخبار الاقتصادية في بيزنس إذن وفي المستهل أكد محافظ منكير رزائر صلاح الدين طالب خلال مشاركته في دورة العادية 48 لمجلس محافظية البنوك المركزية والمؤسسة النقضية العربية التي جرت بالقاهرة على الصمود القوي للنظام البنكي الرزائري حسب ما أفد به بيان لهذه المؤسسة وأوضح طالب الذي قدم مدخلتين خلال هذا الاجتماع الذي نظم يومي الثالثين سبتمبر والفاتح أكتوبر الجاري أن القروض الموجهة للاقتصاد الرزائري عرفت زيادة محسوسة بـ 5.8% في سنة 2023 حيث أن حصة القطاع الخاص تمثل 58% من الحجم الإجمالي وأنه لم يكن لهذه القروض أثر سلبي على الاستقرار المالي وذلك بالنظر إلى طبيعتها في السياق الصمود القوي للنظام البنكي الرزائري الذي سجل نتائج معتبرة وأضاف محافظ البنك أنه من أجل تعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة أبقى بنك الرزائر على سعر الفائدة دون تغيير مع التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص لسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد كما أكد ذات المسؤول أن الرزائر التزمت بشكل كلي برقمات اقتصادها واتخذت إجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين للجدد في المجال في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرس جانبا هاما للابتكار لاسيما رقم نتاع عملية الدفع استقبل وفض من البنك الدولي بوزارة الطاقة والمناجم حيث تم بحث سبول تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات القطاع وحسب بيان للوزارة تم خلال ذلك اللقاء بحث إمكانية التعاون بين الجزائر والبنك الدولي لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية خصوصا ما يتعلق بتطوير التقاط المتجدد وتطوير الهيدروجين الأخضر والرقد الكهربائي الجهوي ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاث وكذا مشاريع القطاع عموما من جانبه أكد أحمد ومصطفى نادي مدير منطقة ناحية المغرب العربي ومالطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له فرصة للتعرف على فاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة ومختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع على غرار النسبة الجديدة الكبيرة في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر والتي بلغت 99% والتغطية بالخاز بنسبة 70% منوها بكل أن كل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات افتتح المعرض الدولي المعرض الدولي قل للمنولة الصناعية الجست والذي ظن ما يفوق عن 120 مؤسسة والتي قامت كل منها بعرض منتوجاتها الصناعية الجزائرية الصنع المزيد في تقرير الزميلة أمينو كالي افتتحت اليوم الطبعة التاسعة للمعرض الدولي للمناولة الصناعية الجست بتنظيم البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة برعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون المعرض في طبعته التاسعة عرف مشاركة إيجابية لجميع المؤسسات بابتكارات جديدة في ميدان المناولة ونعرف باللي المناولة تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات وتحكم أكثر في التكنولوجيات المتجددة وكل قطاع اللي رأوا هنا في الصالون وكل مخطوف الجزائر هذا هو الهدف يعني التعنام نحب أن نحكوه أن يكونوا عقود بين هذين الناس اللي رأوا من ديوم هنا المناولة ولي دونرد عذري يعني الاندوستريال باش نطلعوا لطول الانتغرسون بتاع البلاد وستشهد الطبعة التاسعة مشاركتها أزيد من مئة عارضين يمثلون مختلف القطاعات سيما الصناعة التحويلية والميكانيك الكهرباء والإلكترونيات الحديدة والصلبة وغيرها المشاركة نتعنا في هذا المعرض بهدف أساسي هو ربط العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية لتساهم في النسيج الوطني وربط العلاقات عن طريق إبراز نشاطات مؤسستنا العسكرية في الميدان العسكري وفي الميدان المدني نحن حاضرين في المعرض الوطني دولاسو تخيطانس باش نقدموا كل المنتجات الخاصة بتكنوكاس في مجالات وأنشطة عديدة جار الافتتاح في ظروف مناسبة تتماشى وتوجيهات السلطات العمومية بخصوص تنويع الاقتصاد الجزائري ويعتبر الصالون فرصة للقاء تلك المؤسسات بالمتعاملين الاقتصاديين وربط علاقات شاركة مثمرة قادرة على تطوير النسيج المناولة في الجزائر وكآخر خبر حيث وبرز وزير الطاقة محمد عرقاب خلال مشاركته في الاجتماع السادسي والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبيك ودول خارج أوبيك أوبيك بلاس أن أغلب دول هذا التحالف تحترم مستويات الانتاج المطلوبة بالكامل وفق بيان للوزارة وخلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد قامت اللجنة بداية بتقييم مدى امتطال دولة أوبيك بلاس لالتزامات خفض الانتاج لشهر أجويليا وأوت 2024 وقد ناقش الوزراء المشاركون بالمناسبة التطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية وتبادل وجهات النظر البناءة بخصوص عفاقها على المدى القصير وبهذه المناسبة أيضا لفت الوزير إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لحظت بارتياح كبير أن أغلب دول أوبيك بلاس تحترم مستويات الانتاج المطلوبة بالكامل مؤكدا على أهمية أن تواصل جميع الدول المتوقعة على إعلان التعاون جهودها وتعويض الفوائض التي تم إنتاجها في الأشهر السابقة ترجمة نانسي قنقر الوطيرو تتضامن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش وفي الإقصار تابعتم تعزيز التعاون في المجال الطاقوي محور محادثات بين وزارة الطاقة والبنك الدول أما في الشأن الرياضي بيتكوبيت يكشف عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم لتربس أوبتوطر وشاهدينها ختم نيوز روم كانت معكم خديجة بطيش في أمان الله